شهدت مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية تفاعلا كبيرا مع وسم فارس العالم وذلك بعد فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي حيث أشهدت وسائل الإعلام بما يتحلى به سمو الشيخ ناصر بن حمد من صفات عديدة للقائد الطموح الذي يأخذ بفريقه إلى منصات التتويج العالمية في هذا التقرير نرصد أبرز ما تم تدوله عبر نطاق المنصات الإعلامية ألف أبروك نامو استمى الإعلان مشاهدين الكرام عن فوز مملكة البحرين الشقيقة بلقب هذا السباق وفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نبارك مرة أخرى للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة وهذا الانتصار الرائع والجميل يمثل فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لحظة فخر واعتزاز لكل بحريني وقد انعكس هذا الانجاز الكبير على منصات التواصل الاجتماعي والصحف العالمية والعربية بشكل ملحوظ حيث شهدنا تفاعلا واسعا ومتنوعا ما نطالع عن طاق المحلي، نطالع عن طاق العالمي والنافس بمعدننا، النافس بروحنا والنافس عشان علمنا اليوم أصعب مهمة كانت لي 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 ومس بس أنني أفوز بطولة العالم أني أشارك بطل عالم، وأني أدافع عنك بطل عالم، وأني أفوز بطولة العالم في سنة ثانية متتالية والظروف اللي قبل السباق أن حصاني الرئيسي تعور قبل الدخول واضطريت أركب الاحتياط عطاني عزم زود ومرد من عزمي اللي خلاني أثبت للجميع أني بقدر أفوز بطولة العالم على حصان ثاني ولله الحمد الله عطانا على قد نياتنا وعلى قد جهدنا وأنا قلتها من شهر يتباقي شهر الله يوفق اللي اجتهد أكثر مني لأني أنا متأكد ما حد اجتهد أكثر مني حق بطولة العالم هذا الفوز ليس مجرد تتويج لبطولة بل هو تتويج لإدارة صلبة وعزيمة لا تلين وإصرار على الوصول إلى القمة مهما كانت التحديات فقد بذل سمو الشيخ ناصر جهودا مضنية وقام بتدريبات شاقة لتحقيق هذا الإنجاز مما يجعله مثالا أعلى للشباب الخليجي والعربي ونهاية هذا السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بطلا للنسخة الثانية على التوالي مبروك ألف ألف نبروك الناموس لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الناموس لمملكة البحرين فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة ترك أثرا بالغا على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان وسم فارس العالم الأكثر تداولا على المنصات الاجتماعية الأمر الذي يؤكد المكانة الكبيرة والفخر العربي والعالمي بفارس العالم المثابر الذي خط اسمه بأحرف من ذهب ذهابه المركز الأول على حلة أثر الذهب ما يلوق الله على مثاله زهت به الدار وهل الدار من هلة أشواجها ترقب البرهان لقواضة ترجمة نانسي قنقر